موسيقى سيحدث أيها الطريقة سيسر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في تريلر ريكشن جديدة من فيلم جامد والريكشن اللي هنعملها النهاردة هتكون للتريلر بتاعت فيلم دي آيرش من في التريلر الأولى المطولة لأن اللي فاتت اللي احنا عملناها أعتقد أنها كانت تيزر يتهيال احنا غطينا تفاصيل الفيلم بشكل كافي جدا في التريلر ريكشن الأولانية مفيش دعا للكلام تاني عايزين بس نرجع على الأساسيات أولا أن الفيلم زمنه ثلاث ساعات ونص أن الفيلم ان شاء الله حيتعرض على نتفلكس 27 نوفمبر أن الفيلم من إخراج الأسطورة مارتن سكورسيزي سيناريو للأسطورة ستيفن زيليان من بطولة الساتاتيري الكتيرة أوي روبرد نيرو أل باتشينو جوب باشي وبس دول الأساطير الحقيقة بعد كده في عندنا ناس كويسة زي أوه هارفي كايتال زهرة هو اشتاء كان موجود في الأول صح ما علينا كمان مرة يا جماعة فيلم هوفا من إنتاج سنة 1992 من إخراج داني ديفيتو من بطولة جاك نيكلسن من المفيد مشاهدته قبل فيلم دي آيرشمان للتعرف على الشخصية اللي بيجسدها أل باتشينو حتى تحسوا أنه زي ما يكون ايه الشكل قريب من الشكل شوي صح كده وبالنسبة للتريلر فكل عادة ما شفتهاش ولا مرة هشوفها معكم دلوقتي لأول مرة فيلا بينا رائعون اشترك بينا اشترك بينا ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر ستريم هنا بنمشي بنفس الطريقة بتاعت التريلر بتاع فيلم الخلية ان احنا بنتكلم على الصفات اللي شخصية فرانك بتنفيها عن نفسه وفي نفس الوقت الافعال بتاعته بتؤكدها يقاع الحتة دي عموما كله على بعضه خفيف انا عاجبني مش زي التريلر الاولانية كانت حد قوي ضربت حد قبل كده في الشغل لا في الشغل والله لا في الحقيقة ممكن اكون شوهت عشرة مثلا اللقطة هنا في لقاء في مطعم خدوا بالكم من الدكور بتاع المطعم علشان حنرجع له تاني جوه التريلر ابن عمه او قريبه الشخصية اللي بيجسدها جو باشي اللي بتدخلوا العالم بتاع الجانب الاجرامي بتاع جيمي هوفا متابعات عين بنته مهمة جدا بالاخص لما بنحط في الاعتبار اللي احنا شفناه في التريلر الاولانية منها لما بتكبر اعتقد انها هتكون عنصر مهم جوه الفيلم انشطة اجرامية بيقوم بيها لصالح النقابة دي بقى او كلام زي ده جيمي هوفا يا جماعة كان نقيب السوائين والنقابة دي كان لها صلاة قوية مع المافيا وكانوا بيعملوا عمليات فساد وعمليات اجرامية نرجع تاني لتاريخ العلاقات الصداقة اللي ما بين دينيرو وما بين جو باشي انا مبسوط بلفة التاريخ دي بان احنا شفناهم قبل كده في علاقات مشابهة في ثلاث افلام كانوا للتاريخ ريتجينج بول جودفيلس وكاسينو وعندنا فرصة كمان مرة قبل ما الايام تقوم الفريم العبقري لا يا جماعة الباتشينو في التريلر دي محسوس جدا انا في التريلر الاولانية كنت ميال اكتر لدينايرو على قد ما انا فاهم بس لا الباتشينو هنا كاريزما وحضور يماثل الكاريزما والحضور بتاعت الشخصية اللي هو بيكاسدها لان ده اللي كان بيميز جيمي هوفا اصلا في التاريخ حسب ما شفنا في الافلام التانية او قرينا او الكلام ده كله والكوت معدية تركيز كبير على كينيدي وعلى حدثة مقتل كينيدي وعلى علاقتها بفرانك وبجيمي هوفا هارفي كايتال في ظهور اقرب ما يكون لشخصية وولف من بولب فكشن المنظر اللي انا شايفه قدامي كمان مرة بقى ده المطعم اللي كنا شايفينه من شوية انا حاسس ان في انتقال زمني في الاعداء دي او في اللقطات المتتالية دي احنا هنا في زمن في البداية خالص شخصية دينيرو شكلها صغير وبعدين بصوا على الجاكت بتاعت جو بيشي جو بيشي سنه كبير والجاكت شكله تغير فانا اعتقد ان في خدعة زمنية في اللقطة دي اعلان الحرب ما بين مصالح جيمي هوفا ومصالح كندي او سياسات كندي هنا جو بيشي كبير بشكل استثنائي مراحل عمرية كتير يا جماعة انا شفت من دينيرو لغاية دلوقتي يمكن تلت مراحل الفيلم حيتنطط كتير وده للأسف ممكن يديني انطباع ان جيمي هوفا مش قاعد معنا كتير ان قال باتشينو مش معنا طول الفيلم وارد يا جماعة لحظات ايقونية يا جماعة دينيرو جوة علب التليفون او صندوق تليفون او كابين التليفون في فيلم من اخراج مارتين سكورسيزي انا عارف اني ببالغ والله بس اصل الحاجات دي انا ما بعرفش امسك نفسي فيها بصراحة طب كمان مرة الستريم لفت نظري قال باتشينو بيرقص ده برضو موضوع تاريخيا ما يعديش بسهولة احنا لازم نقعد محتاجين نقعد محتاجين نتكلم هنا بداية الخلاف او بداية التضارب ما بين فرانك وما بين جيمي هوفا اعتقد لان في المشهد اللي بعده قال باتشينو بيخش في اطار الهيسترية بتاعته وبيرفض انه يقعد يتكلم مع حد فيه خلاف حد ها ها عايزين ارايات عايزين ارايات باتشينو دينايرو ري رومانو جيسي بليمنس ده اعتقد مشاهدة خبر مقتل كيندي بالزبط نرجع في الزمن قوي 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 بقى لانه من الاساس رجل عسكري رجل جيش محارب مقاتل يا خبر ابيض كم جدول زمني او كم خط زمني احنا بنتكلم على 4-5 على الاقل ودي كمان خط لا احنا بنتكلم في 5-6 هنا اعتقد انه الاعداد لاغتيال جيمي هوفا نفسه احنا زي ما قلنا جيمي هوفا شخصية معروف تاريخيا انه اختفى وده بعد فترة سياسية ونشاط طويل وصلات بالمافيا وحاجات من هذا القبيل وفيه خلاف دب وفرانك شيرن في الكتاب بتاعه اللي الفيلم ده ما اخوذ عنه بيقول انه هو اللي قتل جيمي هوفا وهنا السن بيقول انه هما في نهاية رحلتهم مع بعض مش في بدايتها نرجع تاني الاجواءنا الخفيفة مع نهاية التريلر او بيكلم عن كونه عمل حاجة او لا احنا بنتكلم دلوقتي على جريمة الرجل ده ممكن يكون ليه دخل بمقتل كندي باغتيال كندي ممكن يبقى له دخل بمقتل جيمي هوفا باغتيال جيمي هوفا بس هنا هما في بداية الرحلة شكلهم مش في نهايتها والرجل ده بيتساءل ما اذا كان قام بجريمة معينة او فيه فعل معين هو عمله ولا لا ممكن يكون بيتكلم على جريمة من الكنين ممكن يكون بيتكلم على حاجة تالتة خالص هي اصلا اللي رسخت صمعته عندهم وانا ميال دي الصراحة هايل والله راي رومانو والله هايل ان هو يخش في تريلر زي دي مع الناس دي كلها ومع تشوق الناس ان هم يشوفوهم كلهم ويسرق ولو حتى جزء من الاضواء كلاسيك دي نيرو كلاسيك دي نيرو طب دي نيرو ممكن ترشح لجوائز باشا انا حسب اللي شايفه ده لو الفيلم بيقابل التوقعات اللي احنا بنتكلم عليها انا شايفه منتج بيعد وبيطرح بوعي جامد جدا على مستوى البروموشنز والتريلرز وعلى مستوى البوسترز وعلى مستوى الاخبار وعلى مستوى التسلسلات والكلام ده كله وكل اللي شايفه في التريلر ده واعي اكتر واكتر وارا بعض لينا عشان نتطمن على الفيلم طبعا انا ما بقولش ان انا كاتب للفيلم شيك على بياض احنا هنخش نتفرج عليه وممكن نتصدم ممكن نحبط ممكن نلاقي مشاكل كتير ممكن اي حاجة في الدنيا بس الراجل ده بيعمل الفيلم اللي احنا حتى الان يبدو ان احنا عايزين نتفرج عليه اعتبارات الجوائز من عدمه انا لو الفيلم ده خد عندي انا اجمل فيلم في السنة اهم مليون الف مرة من ان هو يرضي الاكاديمية ويحبطني عشان نبقى يروح ياخد انا بتكلم انا راجل اناني جدا في مشاهدات الافلام يا جماعة انا مليش دعوة ما يهمنيش ان الفيلم يحقق نجاح علامي قاسم قاتل بتاع ما عرفش مين المهم ان هو يناسب توقعاتي انا انا مشاهد اناني عادي جدا يعني فديني الفيلم اللي انت عاوز تعمله ولو رضاني واغضب الاكاديمية فالاكاديمية يفضحي انا في اقصى درجات السخونة يا جماعة ونفسي بقنام اصحى يوم 27 نوفمبر واتفرج على الفيلم ده ولو نزل قبلها في السينما لازم حدخله في السينما وكل حاجة في الدنيا في التمام ونسبة ترقبي عشرة من عشرة طبعا بس دي نسبة ترقبي انا ودين طبعاتي انا الاهم منه من طبعاتكم ونسب ترقبكم ياريت تستعملوا بيوم في الكومنز الف شكرا لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شارعوا لايك الحلقة لو عجباتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات اشتركوا لكم الحلقات اول باول طبعا يعني على فيسبوك وتويتر ونيمو بوديو وباز وباي باي